اشهروا ورقة الثروة النفطية في النزاع الليبي ليس بالأمر الجديد منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي ذاك الكنز السمين الذي تتربى عليه ليبيا كان مطمعاً للمتنزعين كلما تجدد النزاع اغتنم فصيل الفرصة لمحاولة الضفر به ففي السابق أوقفت فصائل مختلفة إنتاج النفط للضغط لتحقيق مأرب إما سياسية أو للمطالبة بحصة أكبر من عائدات الدولة التي دخلت بعد ثورة في صراعات على السلطة نتج عنها مسار سنائي ضن دولة واحدة بارلمانان حكومتان موزعتان بين الشرق وغرب البلاد في عام 2020 تم توصل إلى وقف للنار مع انهيار هجوم من الشرق على ترابلس وتحرك نحو إعادة توحيد الدولة في الفترة التي سبقت انتخابات ديسمبر 2021 في ظل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة لكن مساعي التوافق انهارت أيضاً وعاد الشقاق والتناحر بين فصائل الشرق والغرب ومعهما التنافس على الوصول إلى عائدات الدولة من منشأة الطاقة التي تصب في البنك المركزي الذي يرأسه الصديق الكبير حاولت فصائل الشرق وعلى مدى 13 عاماً الإطاحة بالصديق الكبير إلى حد تعيين محافظ بديل يرأس بنكاً مركزياً موازياً مقره الشرق لكن الأمر تغير وأصبح قائد الجيش اللبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان في طبرج عقيلة صالح هما من يطالبان ببقائه بل إن الأخير حضر من أن تتسبب الإطاحة بالكبير بوقف عمل المنشآت النفطية وأصبح بقاء الرجل على رأس البنك المركزي مطلباً أساسياً وكل ما يفهم من هذه الالتفافة الغامضة وأن العيون على عائدة النفط انتهى آخر إغلاق كبير في 2022 بأن نصب رئيس الوزراء الدبيبة في ترابلوس فرحات بن قدارة المقرب من حفظ الرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط خطوة هدأت الأجواء نسبياً قبل نشوب خلافة بين الدبيبة والكبير العام الماضي عندما بدأ الكبير بتشديد القيود على ميزانية حكومة الوحدة الوطنية قيود تراهن عليها فصائل الشرق كون البنك المركزي هو الجهة الإيداع القانونية الوحيدة لعائدة النفط الليبية وهو الذي يدفع رواتم وظفي الدولة وأي نقص سيشكل ضغطاً على حكومة ترابلوس تستفيد منه قوى الشرق